ان شاء الله احنا موضوع الالف وخمسمائة قرية او الاربعة تلف وخمسمائة قرية هو الهدف منهم من هم اللي احنا بمعليهم في خلال ثلاث سنين نكون خلصناهم بشكل كلنا يبقى انا بفضل الله سبحانه وتعالى او احنا احنا حلينا المسألة بتاعت الريف في مصر ويبقى ان طب انا حعمليه في اي تعدي اخر بعد ما نحل المسألة احنا الدكتور قال الف وخمسمائة قرية بس معهم 11000 مش كده فنو 11000 تابع 11000 تابع يعني ايه ارجو من فضلكم ان انتم يعني انتم بتسمعوني سواء كنتوا في المدينة او في العاصمة او في الريف من فضلك انتبه اللي انا بقوله انا قلت الف وخوسمائة قريب لا ده معهم 1100 تابع يعني ايه تابع بقى يعني يعني 20 بيت هنا 25 بيت هنا 50 بيت هنا طب ده انا النهاردة الكلام ده كان متخطط ومترتب كنت انا حبقى عندي مشكلة في ان انا اشوف حلول التوابع دي ده هتبقى معمولة ازاي كانت الشبكة الصرف هتبقى شبكة موحدة ليهم كلهم لكن انا يمكن في التوابع دي حبقى ليه حلول اخرى ولا انا مش اخبقى ليه مش كده حبقى ليه حلول اخرى مش هقدر اعملك اوصل لك شبكة الصرف لغاية عندك لانك انت اعملت زي ما انت عايز لكن انا هنحول لحل المسألة بقدر الامكان انا بقول ان احنا خلال ثلاث سنين انا قلت لازم ناخد خط على الريف خط يعني نحل مسائل الريف كلها مرة واحدة فيه كهربا ممدودة فوق بيت او بيوت البيوت اتعاملت غلط معلش هنشيل خط الكهربا ده ونعمله هنعمله يعني ارضي مش كده دكتور شاكر مش كده ها تحسين كفاءة شبكة الكهربا في الريف مش كده مش كده يا فندم عشان بس ان بنقول كلام حسب عليه فضلك يعني يوم التلاتة القادمة ان شاء الله عاملين اجتماع مع دكتور عاصب جزار والسادة الوقهاب عشان بنتابع فيه الاعداد بتاعة المحولات والكابلات كل حاجة بالتفصيل والاسعار بتاعتها كبان ان شاء الله طيب انا بقى انا متشكرا دكتور شاكر انا قصد اقول بس انت النهاردة ما جيتش قلت بقى طب اللي بانى تحت الخط الكهربا اللي المفروض ما يتبنيش تحتيه ما ليش دعو بيه ما قلتش كده قلت حشيل الخط من فوق واعمله خط ارضي دي فلوس تكاليف طب واحد باني يعني ظروفه صعبة والبيت بتاعه مش عارف ايه حاضر ويمكن فيه كلمة انا ما طرحتهاش مع دولة الرئيس قلت له هل هل الفراغات الفراغات اللي جوه القرية اللي جوه القرية يعني لقيت مثلا عشرة خمساشر حتة ارض في القرية ديت هل حيبقى مقبول ان احنا نبنيهم عشان نبقى بالمرة خلصنا ونشوف حنتحسب مع اهلهم زي يا دكتور يعني كده يعني فاللي انا اقوله بقوله تاني من فضلكم ادينا كلكم ادينا كلنا مع بعض احنا الحكومة احنا الشعب احنا المجتمع المدني احنا كل المسئولين حتى الشرطة المدنية انت عندك فرصة مأمور الاسم يعرف اكتر مننا جوه القرية ديت يبقى موجود معانا السيد وزير الداخلية اه احنا كل اللي موجود ايده معانا ويحشد الطاقات ويبقى لكل مركز او لكل قرية شبابها يبقى واقف معانا واحنا بنعمل حاجتهم واحنا بنعمل مع بعض الحاجة بتاعتهم تفضل استرحل الحاجة بتاعتهم اللي هي في القرية ديت